السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد إفاتيو مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جدادين نزولا عن طلب مجموعة كبيرة ديال أخوات ليتل بولي نشارك معهم سلو كان الأخوات ليبغوا سلو صحي بدون دقيق أبيض بدون سكر بدون زيت وأخوات ليبغوا سلو عادي فجمعتهم لكم في فيديو واحد هنشارك معاكم جميع الأسرار والنصائح ليتساعدكم باش يجيسلو ديالكم معلك ويجيكم بنين وصر باش يبقالكم مدة طويلة بدون ما يتغير المضاق دياله ويبقى بنفس الجودة باش حضرتوه النهار الأول تبعوا معي الفيديو لأنه في واحدة مجموعة كبيرة ديال النصائح غدي تساعدكم بزاف باش ينجح معكم سلو من أول محاولة وغيكونوا فيه واحدة المجموعة كبيرة ديال المعلومات اللي غدي تفيد خصوصا سيدات المبتدئات وإلى عجبكم فيديو حبيباتي ما تنسوش توصلوه لأكبر عدد من اللايكات وشكرا على الدعم ديالكم شكرا على التعاليق الطيبة ديالكم كنشكركم بزاف اللي كتأخذوا موقتكم وكتكتبوا لديك التعاليق الزوينة اللي كتشجعوا وكتفرحوا الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا رب والأخوات اللي عادلت تحقوا جدد بالقناة مرحبا بكم وفضلا وليس أمراني لكن محتوى ديالقناة كيعجبكم دعموها بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وعلى بركة الله ندوزوا مباشرة لطريقة تحضير وأول وصفة نبدأ بها هي سلو العادي دائما قبل ما نبدأ نحضره سلو كان أخذوا الزنجلان كان شيرو الزنجلان البلدي اللي كيكون شوية تمنديره مرتفع ولكن هو تكون مضاق دياله زوين وتيكون فيه ليدام كتر كتصلوا الزنجلان ديالكم كتفرحوا في واحد المنديل فوق واحد المنديل حتى كنشف مزيان بعد ما كنشف مزيان كتنقاوه وعاد كتتحمره هذي أول حاجة تن بدأوا بها من يتن بغير نحضره سلو سواء لرمدان أو لسبوع مهم تنقية ديالزنجلان كتكون هي اللولة من بعد كن بدأوا تتحمار ده بغندخل زنجلان يتحمر وغندخل معها في نفس الوقت الدقيق يتحمر عندي هنا الدقيق الأبيض بنسبة زنجلان عندي غن حمر جوش كيلو كيلو ونص غادي نديرها السلو العادي ونص كيلو غادي نديرها السلو الصحي وهنا الدقيق الأبيض عندي كيلو ونص ديال الدقيق الأبيض فرقتها هنا على هاد الصينيات هادو وحاولوا ما أمكن الدقيق يعني تكون واحد لكوش لرقيقة تفرقوه على واحد طبقة رقيقة باش يتحمر لكم بسرعة بيني وبينكم أنا كيعجبني التحمار ديال الفرران حيث عندي الفرران كبير قندخل كل شيف دقة واحدة وكان قابله كيجيني حسن ما مقا فوق البوطة كل ساعة يعني كل حاجة بوحديثة كيجيني الفرران عمالي والأضواء كتختلف كينيك تبغي تحمر على البوطة ولكن أنا شخصيا كيعجبني التحمار ديال الفرران كيجيني عمالي أكتر المهمة أني مقابله الطحين شاعل عليه من الفوق أو من تحت وزنجلان شاعل عليه غير من وجه دياله وبطبيعة الحال كنحرك ساعة ساعة يعني مني كتدخلوا الطحين ديالكم يتحمر وزنجلان راكم كتدسوحدة ما كتبقاوش يعني كتخدموش شغال فقط ندخل وزنجلان وطحين كيتحمر بالنسبة للأخوات اللي عاد تزوجوا للي أول مرة غتصاب صلوا الراس هوا ما غتعرفش يعني القياس ديال المناسب ديال اللون ديال الدقيق فكتاخد قطعة ديال البيسكوي وكتوضعها فوق الدقيق كتشوفي ديال اللون ديال البيسكوي واللون ديال الدقيق واش متقاربين وكتعرف هي راسك راكي وصلتي القوام المطلوب بالنسبة الدقيق دائما نحمروه بالنهار حيث الضوض الليل ماشي هو الضوء بالنهار حماروه بالنهار باش كتعرفوا القياس مضبوطه تكون شي بليسه هكا قريبة الضوء باش كي بلكم اللون مزيان ديال الدقيق ما تفوتوش فيه الطياب إلا فوتو فيه الطياب غاي ضع لكم سلوء كامل غايجي الماداق دياله مر بعد ما حمرت زنجلان وطقيق ده بغا ندوز اللوز اللوز منين كتشريوه كتدوروه يدي كون فيه فيه القشور ديال مزالين فيه حجها كتدوروه اللوز لغسله مزيان ضروري تغسلوهم ديال غبراء دياله اللي كتكن فيه حيث لا درسوه في الماء بذيك تدخل بذيك الحبيبات اللي كتكونوا مهرسين وكتضيق لكم اللون ديال اللوز ما اللافضل تغسلوهم زيان وعاد كتديروه في حط نجرة اللي كيكون فيها المك يغلي شوفوامعيه اللوز راح ما كيتسلقش بمجرد مثلا وضعوا اللوز تنغطوه عليه وتنطفوه على النار يعني مثلا خليوهش فوق النار يتسلقى دارها خاطئ كنديروه في الماء مغلي يعني لما يكون غليان ونغطوه عليه ونخليه واحد الخمسة دقائق ما تفوتوهش من بعد كتتطفوه من الماء وكتديرو في واحد جبابيناء وواحد البانيو ولا اللي كان عندكم تومة كتغطوه مزيان وتخليوه رجع عليه ديك الصد وعاد غادي تبدأ وتفصوه إلا بغتو تفصوه يعني بسرعة كتاخدوا واحد المينيديل وكتحاولو تفركوهما بين يديكم وفي نفس الوقت ما تضغطوش عليه بزاف باش ما يتهرسش هذي الطريقة يعني باش تفصو اللوز بسرعة وصف اللي يديها بوحديتها دغية دغية كيتفصص أو ديرو في كيس بلاستيكي وغمو عليهم زيان أو على البد البلاستيك غمو عليهم زيان غمو عليهم زيان وعاد بدو تفصوه بالنسبة لللوز دائما خدوا اللوز ليكون صحيح ما يكونش مهرس هذي مهرس غتتدلوه في الماء تيزيد دخل فيه الماء ما تيكونش شازوين من بعد ما كتتتسالي وكتضربوه صلاف وركل ديك اللوز مزيان ولا بنت لكم في شي قشرة ما زال الله سقال مهم كتتحاولو تفيني وعينكم ميزان كول بنت لكم شي حاجة كتزولوها كتتفرشوه على واحد المينيد لا تقدرون فوقو حت الصينية أو كتدروا في واحد البلايصة يكون فيها الكوروندير ما تخليوه في البانيو ولا في المرأ غي احماض دروف بليصة اللي تأكدوا بأنه نشف بسرعة من بعد ما كينشف لكم اللوز يعني إما تبيته أو يقيل كينشف شري بليصة يكون فيها الكوروندير يعني فيها الهاواء بعد ما كينشف غدي ندخل دبال فراني يتحمر غدي نوضعه هنا في الصينية ديال الفرن اللي كان فرش فيها الورق ديال الطبخ وكان هنديك غنر الجانب غدي نحمره في الفررن اللي بغي كلفة الزيت وما جاء ما حالته نجد لنضغف سوف نضع النار من الفوق ومن التحت نؤكد على النار مهيلة سوف نضع النار مرتفعة سوف نضع النار من الداخل سوف نضع النار مهيلة ومع التحريك المستمر سوف تجد النار مهيلة وفضل النار من الفران بعد ذلك نضع النار مهيلة سوف نضع النار مهيلة نصف كيلو الزرع يتحمل خدمة نظمة من بعد أن نقيت النافع هذا النافع البلدي يكون رقيق قيمة الغذائية هذا النافع الرومي يكون ملون وهذه حبة حلاوة تشبه شوية النافع البلدي بالنسبة ل النافع البلدي يكون أحسن مضاق دياله ممتاز ومجهد الريحة دياله زوينة وخلاص صارها القيمة الغذائية دياله مرتفعة مقارنة بالنافع الرومي بالنسبة للنافع ضروري على المستقبل التغرب وقد تلقي الذين لديه يشبه من وضع مالذي تحمره البلدي لان تبدل له في المادة بالنسبة لك القشرة لطيفة الأول لا تكرمي الذين تحمره البلدي و تدخلها و تقومه تحمره و تراجعه ثم تراجعك في عربي المستضر نضع مباشرة نضيف مرض نضيف ملينة نضيف مدير نضيف مباشرة وغادين أخذ الغربال وغادين غربلوا ضعوري تغربلوا من ذيك التكتولات اللي كتكون في أخذوا غربال اللي يكونوا رقيق بزاف ومن يكونوا تغربلوا ما تحكوش تلك الكورات اللي كانوا مكوري لكم ما تحكوهمش مع الغربال اللي لا تغطسون لي هم بيديكم وعاد نغربلوا إلا حكيتهم مع الغربال قيبقاوا ننفصل الدقيق eternal؟ أحكوهم ما بيديكم ك 는리 لآن في الصورة وعاد كان غربل تكملوا كمية ديال الدقيق لي عندكم واحد الملاحظة إلا كان لديكم بالكوزينة في السطح من الأفضل ديروا هاد العملية ديال تغربية ديال الدقيق غرب له في السطح لأنه كي كرفس لكم الكوزينة بالنسبة للأخوات اللي كي بغيوا شيروا الدقيق من غرب المحمر من على برعي يعني أنا ما كان نصحكم مش حمروا في الدار أحسن إلا بغيتوا تعرفوا طريقة صحيحة بش عرفوا القياس ديال التحمار ديال الدقيق واشراكم في القياس المناسب راقوتها لكم في اللول كتاخدوا قطعة ديال بيسكويت بحال ديال هينريس أو صابلي وكتدرو فقط شي كيبان بحال 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 أو كينا واحد طريقة أخرى كتاخدوا واحد شوية ديال الزيت كتدرو فحد اللي بغي صغير بغي شوية وكتدرو شوية ديال دقيق باش كتدرو تستو صافيها وكتراقبوا شوفوا اللون كي يجيب حال الكراميل راكم يعني وصلتوا القوام المطلوب ما تزيدوش تحمروا كتر إلا حمرتو كتر را سلو غادي جيكم خايد ما غيجيش المدق ديالو زوين غيجي المدق ديالو مر بنسبة للزنجلان كيما قلت لكم راني حمرت جوج كيلو ديال الزنجلان ولكن راني خليت غي كيلونس نس كيلو غنخليه سلو صحي وفي هاد سلو العادي غادي ندير كيلونس ديال الزنجلان البلدي باش عرفوا الزنجلان ديالكم تحمر مني بوجرد ما كتقواوا تسمعوا الصوت ديالو كيت ترتق في الفران كتعرفوه تحمر هنا غادي انشارك معاكم طحانة اللي غادي نطحن فيها هاد القوام ديال سلو هاد طحانة ديال كالور لي وصلتني من عند الاخر عصاب ديال 250 قرام ولكن كبيرة كتبان كبيرة في الحجم ديالها وكبيرة فعلا في الحجم وكالدور يعني انا اول مرة غادي نشوف طحانة ديال 250 قرام كالدور يعني سهلة وعملية بزاف ورا فيها من الف وثمينمائة واط حتى ال الفين وثمينمائة واط يعني من ناحية جد مجهده تبارك الله كالدحن انا دبرا نسجلت صوت الفيديو منطق الفيديو بعد ما صورتو بربع ايام وصورت من مورا في فيديو اخر ديال امو اسا لا تخدمت بها ديال امو اسا لا تخدمت بها ديال غزالة وكالدحن بزيان وغادي تشوفو كوشي الى عينيكم في الفيديو كما كتعرفوا قوام ديال سلو خصوصا اللوز نافع حبت حلاوة كيبغير بطحانة تكون مجهده بزاف فهادي عملية ورات الطحن حتى العطرية يعني كتصلح حتى العطرية وكالدور شوفوا معاين امو اسا لا تتحنو كتبو ديك الشي اللي تتحنتو فيها كتديرو في ديك الصحن ولا كتدور سهلة بزاف فيها القطع ديال غيار يعني فيها مصخرين اضافيين وفيها ديك الغريبين ديالها اللي بغيتوا تعبرو به مثلا انتهزو غيب نتكونوا كتطحنو فيها ما تعمروها شتالفهم خلو المجل ديك الشي اللي كتطحنو في نيضور هدا ما كان هدو هنا هدو كلموسات ديالها وديك الشيطة هدو كتو تحتفضو بهم لبلي مثلا نخسلكم ديك الموس ولا تبدله وصافي بالنسبة لهذا السلك ديالها ضروري غادي نضيفها غادي شوية ديال الخل ديال تنضيف يعني ما غاديش نغسلها غادي نسحها من الداخل ومنبرها مزيان وعاد غادي نخدم بها بالنسبة للوز بعد ما كتحمروه وهو مازال سخون ما تخليوه شي برد يعني ماشي سخون عبتاني طايب غادي نتحنوه مباشرة لهو لزنجلان باش كتعرفوا اللوز ديالكو شوفو كتقسمو الحبه ديال اللوز كتتقسم يعني كتسمعو لك الصوت ديال القسمة ديال الحبه ديال اللوز و هذه العملية ديروها حتي يبرد اللوز كيما قوت لكم احمروه على نار مهيله هو وزنجلان حتي الزنجلان النار ستكون مهيله باش ما يتخطف لكمش في الطياب ويجيكم الماضاق ديالو مزوين شي كي بقى من الداخل خضر كل شي علا الخدمه ستكون متقونا واي حاجة صوتها 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 و طريقها و طريقها هكا باش متضيعو السللو ديالكم غا نطحن هاد اللوز كيما قوت لكم ما حدو مازا صخم شوفو معايا هاد الالات سبارك الله كترد اللوز بحلب خاليني عرفتي كاتمعكو شوفو مزيان إلا بغتو تزيدو طحنو يعني زيدو انتو ما تزيدو طحنو مزيان كتزيدو زيدو يعني تتلينو مزيان كتلينو شوفو كيفاش كيجي اللوز كيتتدعق واحد الملاحظة منين تحلو هاد الالة بقوا تحيدو البريز حيدو البريز و هاد حدو فيها من الداخل لنا باش نقولها لكم يعني باش تكونو رد عليها البال وراها كت يعني كتدور شوفو كتقلبوها مثلا في القسعاء او في الصحن و كتتكبو ذاك الشيلي فيها الداخل كتستعنو بشي سباتيو تكون ديال سيليكون او ديال الخشب من الافضل ما تستعملوش معلقة و كتقوها كمستمره حتى كتتطحنو الكيمية اللي عندكم كلها بالنسبة للوز انا تانا نخلي واحد زليفة هيتا هنا مشها و الباقي غادي نتحنوه مزيان و كلما كان الزنجلان سخون و اللوج سخونين راهم كتلقو زيت ديالهم و دائما نختارو اللوز البلدي و الزنجلان البلدي لانهما الماضق ديالهم زوين و فيهم كميات ديال الزيوت مرتافعة و خلاص حتى كيعتو اللي بنا في سلو بنسبة لهاد الالة هدي البنات اللي بغاوا يتقدوها غادي تشوفوا ده بالنمراء ديال الاخ عصم على الشاشة ديروا لها سكرين توصلوا معاها في الواتساب غنخلي لكم اليان ديال اللاباش دياله ديال انستغرام و ديال فيسبوك اللي بغتوا تدخلوه تشوفوا المنتجات اللي عندو لا بغيتو شي حاجات كتختاروها يعني تشريوها را كدرو تتوصل لجميع المدن عندو جوج المراد الواتساب توصلوا معا فيهم بجوج لما جاوبتكم جادي غا تجاوبكم هادي هاد الالة عملية بزاف و زوينة بزاف تحتاجوها للقوة من الحلوة للسلول العطرية يعني غادي تشريوها و غادي ما غاديش تضرب في الندم غادي تنفعو بيها هنا غادي انطحن الزنجلان و حتى الزنجلان ما غاديش نطحن لكمية كلها غا نخلي واحد زليفة ديال الزنجلان صحيح بالنسبة للزنجلان إلا بغتو تحمروه في الفران حمرو يبغتو تحمروه فوق البوطة في المقلاء حمرو غايمني كاتقاد تسمعو الصوت ديال الزنجلان كيترتق يتعرفو الزنجلان ديالكم تحمر ما تخليوش تيفوت فيها عبتاني الطياب و يجيكم محروق و يضيعلكم المادق ديال السلوية يعني كل شي يخص يكون معتادل في الطياب بالنسبة للزنجلان بغتو تزيدو الطحنه مزيان كتر منها كزيدو بغتو لهاد القوام يدرت انا راه كافي يعني راه مدعوق مزيان بغتو تزيدو باش يطلق لكم زيت تزيدو الطحنه مزيان كنزيدو الطحنه لكم اختيار نتوما بالنسبة للقوام سلو نهار كنكونو كنحمرو فيه يعني القوام لي عندنا كلو و كنطحنو فيه ولا غدليه يعني كترونو سلو ديالكم دائما كيكون عندكم يومين فيه ديال الخدمة نهار ديالتحمار و نهار ديال الطحن هنا طحنت النافع شوفو شوفو كيف شرداتو غبرا يعني غزالها الطحنه والله يليلا راه عارسي انا راه نسجلكم الصوتران بعد ما صورت الفيديو بربعيه و راه خدمت بيه صورت جوج فيديو تبها الطحنه هادو لنهار كانو نتنطحن القوام دياله غزاله 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 هدا النافع ما تحتاجوش تغرب له ما تحتاجوش دوزه في الغربة الكتردو غبرا و كما كتعرفو النافع صعيب يتطحن في الطحنه العادية ديالنا صعيب هدي كتلينو مزيان شو كيكا تردو بنسبة النافع وحب تحلاوه سواء النافع البلدي او رومي وحب تحلاوه يلا بغيتو يجيكم اللون بحال هكا والريحة بجهده ما تحمروش دخلو غين الصهد ديال فران يعني من الطيبو تسالي ومباشرة دخلو ديالنافع وحب تحلاوه خليهم في ديالك سخونيه وعطحنوهم مباشرة راهيلا يلا حمرتوه ما غايجيش اللون ديالو زوين وغايجي الماداق ديالو بدن بعد ما تحنت كل شي غندوز دابع نوجت زبدة عندي هنا خمسم مية جرام ديال الزبدة الحيوانية تكون طرية نوع ممتاز لا بغيتو تعوضوها بالزيت كتعوضوها بنسبة الزبدة لأخوات لي يعني بغوا يعرفوا الطريقة كيفاش ترضيها نوازت بدون ما تضع لك زبدة ديالك كتديريها كتدوب على نار اللي كتكون في اللول متوسطة من بعد كتنقصي النار على التالي ما كتشوفي الكشكوشة بدت كتطلع صفي كتلقصي النار على التالي وكتخلي المرة اللولة كتطلع لك الرغوة بحالها كالمرة اللولة وكتخليها كتغلي وتعاود حتى كت زبدة ديالك كنوازاتي لفتت هاد المرحلة هادي غادي تتحرق لك الزبدة وغادي تتتفع لها النار عزت خلي كتزبدة حيث ذبدة حيث يبقى هاد بديد هاد وخلي زبدة طبوح لا تفعل هذه النار وغادي تذبقا حتى تتفع إليها النار وغادي تخليها كتبرد هيك ترجعتها بطبوح ديتها شوفوا معايا هادك الحليب لي تكون التحت بيض كيبديه يبقي بوني وغادي تخليها حتى تركض يعني تتقعد هدت تفازيت لفوق غادي تطلع وغادي بقادي الشي اللي اللي حيث ابتحلي اللي حيث يامحل لها النار غادي تقعد هذا هو اللون الزبدة نوازيت ممتاز لسلو مدة طويلة لا تغير المدق لا يدير لكم حتى نسمة وسلو مرون بالزبدة يجي زوين غير الزبدة ستكون في هذا اللون باش يجيكم سلو بني بعد مسالي ناكل كل شي حدانة كيلو نص دقيق الابيض كيلو نص و كيلو نص نقسم زليفة خليته صحيح بطبيعة الحال غادي تخلي زليفة صحيح تخليهم عندكم في الدار وكتفتو غير بقية لعنده يطحن القوام تخلطو بالنسبة للوز و دائما كقاعدة قد دقيق 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 لا يكون لكمية دقيق قد دقيق قد دقيق 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 لكاوكا بطبيق قد دقيق في الماء أول مرة يجربوا كوكا ويسلقوا في الماء ويسلقوا في الماء ويسلقوا في الماء ويسلقوا في الماء .. اكثر من فراز. بالنسبة لكي يتم تدمية 500 كرم لا تستطيع تقليل من كمياه او اكثر من كمياه انا دهت النصف الائخ هنا عندي حباة نافع البلدي والنافع الرومي نضيف النافع 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 نضيف النافع الرومي نضيف النافع الرومي بالنسبة للمسكة الحرة دقيتها في المراز مع شوية دي السكر غادي ندير هنا تقريبا واحد نصف مع القمع مراشي ماشي كلها مسكة حرة مسكة الحرة مخلطة مع السكر نمون تدروغي واحد شوية دي المسكة الحرة واحد الربعات دي الكواورات او خمسة كتدقوه مع شوية دي السكر دا بدرنا كل شي غادي ندوزو دبا نخلطو النواشي فيه اللولا ومن بعد غادي نبدو نخلطو كل شي ديك اللوز والزنجلين مزيان هالي نخلطو النوان را ينتحنو سلكل ع mereka ذا ؟ غادي غادي نخلطو قوه تخلق وذيك ز هذا القمع ـن ru discrete كيف حاجبها لطحون يسلمونون مثل mour را راio يجب هالفاع اللوز بارلينا الي كياني اجمون المزيان ذاست føاجا النوان اجل اضيفه اجتماعي اجتماعي لم تضيفه اجتماعي اجتماعي نعم فقد نزل الاال اضطل كمية السكار نصف كيلو السكار عادية سكا لازينة ونقص الحلاوة لا تضيفها بعد كمية السكار قبل أن تضيفها الزبدة لي كخصها تكون سخونة واحد شوية ماشي سخونة طيبة يلا طفينا عليها ومخصها تكون باردة كخصها تكون سخونة واحد شوية باش كتساعدنا ضغيه كي تجمعنا سلو يعني ضغيه كي تتعرك بالنسبه للزبد انا ما عانضيش 500 كرام كلها غايف قالي منها لكم اختيار مايبا بغتو تضيفوا الز بالزيحت ونعودوها لاستمرض بزيت نباتية يعني grac تشوية ضغفوها تقسمو كمية ديا الزيت كمية ديال الزبدة لكم اختيار غير مادديرونش زيت نباتية هو خضرة طيبوها واحد شوية عد دعوا اتبرد شوية وعد وضافوها التامان الزبدة والزيت هم بحال بحال يعني اجيتوا تشوفوا عملية حسابية بحال بحال حتى دك التامان هو دك التامان اللي غده تطحنوا به سلوه على بره. المهم كتتعركوا سلوه مزيان شوفوا معايك تعركوا مزيان ما بين يديكم حتى كتتوصلوا دك القاوام اللي باغين انتوما بنسبة القياس ديال الزبدة ما دخلتش 500 كرام كلها لاني بقالي منها واحد شوية بنسبة القياس ديال و قمت بتصليقه قمت بتصليقه قمت بتصليقه حتى نغلبه نعرقه يجب ان يكون كمية كثيرة مثلا حاملة وقربة تولد كتخلط كل شيء لا يضيفيش الزبدة كتخلية هي التالية كتخلط كل شيء وديرها في السطل حتى كتبكي على خير وبيخر وعاد يزيرو لكي يزيدو الزبدة وكيعركوه مزيان بعد ما كان عركوه مزيان شوفوا معي يعني بقون تتأكدوا بأنه صافي بدأ كيتقطع يعني من كتدقو عليه مزيان وكتكوروه مزيان كيتقطع بكل سهولة كيتتقسم يعني بكل سهولة صافي راسلو ديالكم واجد كما قلتكم إلا بغيتو تبيته حتى اللي اغدليو تعركوه العركة الثانية وعاد تحتفظو به في سطولة أو في العلبات اللي بغيتو من بعد غندوز نعرك الكيمية الثانية ديال السلو اللي يدرس في القصعات الثانية حتى كنا نعركو مزيان وعاد غدي نشركو ده بغندوز للطريقة الثانية ولي هي سلو صحي عندي هنا خمسمية قرام ديال الزنجلان البلدي اللي محمر وخمسمية قرام ديال اللوز بالدي حتى هو محمراه في الفران من طبيعة الحال اللوز مبعد ما كيتمسحوه مزيان واحد الملدي اللي وتنقيوه كتدخلوه الفران يتحمر ومات فوتوش فيه تحمار شوفوا معايا كتقسموه الحباد اللوز كتلقاوها من الداخل يعني ماشي بنية مغلوقة غير مفتوحة إلا كان مغلوق بزاف اللون ارا غيكون اللوز تحرق وغيجيكون ماتق حار هادك الدقيق كي ما قلت لكم ديال القمح ديال الزرع اللي مصابع لليد مغربة من الخالة حمرته في الفران حتى هو لا بغتو تحمره في البوطال لكم الاختيار عندي هنا زرعت الكتان زرعت الكتان تياغي بحل النافع غيجي كنصهضوها في الفران وعندي هنا إيلان إيلان كنغسله بحل زنجلان كنلقيوه وحمرته في الفران كتحمروه مزيان هو كي بغيت تحمر باش يتطحلكم ضغية ويجين ويطلع لكم الماضاق دياله هنا عندي النافع عندي البلدي النافع الرومي عندي حبت حلاوة عندي القرفة عندي شويد مسكرة حرة كما كتشوفوا يعني المكونات كل شي موجداهم غادي ندوس زنجلان واللوز وغادي نطحن إيلان وزرعت الكتان طبعا بعد ما طحنت القوام اللي عندي كله غادي ندوس دبا باش نخلط عنديه هنا الضراع ديال الدار يعني ديال القمح ديال الدار هاده مصوبع اليد بعدما غربلتم من خلاه حمرته في الفران وطبع الحال بعدما كتحمره ضروري تغرب له من ديك التكتولات اللي كتكون فيه وعندي هنا الزنجلان اللي حتى هو طحنته كما كتشوفوا يعني كتطحنه حتى كيولي بحل براليني ولا بغتوا تزيدوا الطحنه كتر من هكا كتزيدوا طحنه عندي كذلك اللوز كما قلت لكم اللوز ما تفوتوش فيه الطياب إلا فوتوا فيه الطياب راح كيزيدي هو كيهز الطياب يعني كيزيدي طيب وخكتطفوا عليه كيزيدي كمال طياب داله وغيتحرق لكم عندي هنا زرعت الكتار غدا نضيف الجوج مع القكبار وانتو ما كتضيفو على حسب ضق ديالكم انتو ما وعلى حسب الكمية ديال السلو اللي كتحضروا وما تكتروش من عاو تاني من هاد المنسيمات مش ما تضيعوش سلو ديالكم عندي هنا جوج مع القبار ديال إيلان كما كتعرفو عندو فوائد صحية كتيرة لا تعد ولا تعصى وهنا واحد نصف مع القا صغيرة ديال القرفة انا متل كترش القرفة فسلو هنا عندي النافع البلدي هنا تقريبا واحد مع القا كبيرة عامره مزيان غدا نضيفها ديال النافع البلدي هو كيعطي واحد الماضاق هائل وصحي هنا عندي النافع الرميح تهو غدا نضيف منو تقريبا هنا يا واحد المع القا عامره مزيان او مع القا ونص ما وصلش وغدا نضيف حب تهلاوه غدا نضيف هنا تقريبا مع القا ديال حب تهلاوه ثم غدا نضيف المسكه الحره انا ما تنضيفش هدي قوزة باباتاتا في سلو يعني لي كيضيفها دك الشيخ بالاختيار دياله باش غدا نحلي سلو غدا نضيف العسل البلدية بالنسبة للاخوات اللي ما باغين شدفوا العسل تقدروا تضيفو سكر الاشقار تطحنوه مزيان او اي اضافة لي تكون صحية وتعوض لكم السكر بالنسبة للاخوات اللي باغاوا يعوضوا العسل بالسكر قلاسي ينقدروا يعوضوه يعني ما شي مشكل عندهم هو ملح العواخ ثم غي يضيرو اضافات صحيين لكم الخزيه كاتبس بسوبة زيان هاد سلو شوفوا معاي كاتحرر تخلطوه مزيان ومن بعد غادي نضيف هادك اللوز المهرمش والزنجلال المهرمش اللي نقصت في اللول فاشتحن اللوز وزنجلال راني نقصت منهم شوية ديال الزنجلال شوفوا معاي تقريب واحد نصف زلافة ديال الزنجلال واللوز تهو منصف زلافة هكاك ديال اللوز هرمشتها كاتحرمشو بش يبقى باي لكم سلو وكاتخلطوه مزيان بإمكانكم يعني تاكلو سلو هكا كالي ما كيبغيش كيبغيهناش بحال هكا بإمكانكم تخلطوه أنا خلطوه هنا بشوية ديال الزبدة نوازيت قريبا واحد نصف كاس ديال الزدارة كافي وتقدرو تضيرو نصف كاس ديال زيت الزيتون لكم الختيار يعني لو بغتو تزيدو الزيت الزيتون كتزيدوها غي تكون زيت الزيتون حلوة وجديدة باش ما تضيع لكم شل ما داق ديال سلو أنا داستغي نصف كاس ديال الزبدة الحيوانية راه كافي مهم كتعركو سلو مزيان باش كيتلق لي دام ديالو وكيتتعلك في يد ديالكم كتبني كتتضغطو عليه كتحسو به كيتتقسم صافي كتغطو عليه وكتخليه وعود ثاني يحتل لغد لي وتعركوه مزيان وعاد كتجمعوه في العليبة أو في سطل ديالكم بالنسبة للأخوات اللي بغوا يعوضو زبدة بالزيت الزيتون كيبقى لكم الاختيار تقدرو تضيفو اي اضافة كتعجبكم اي نوع ديال الدقيق كيعجبكم انا واحد الاخت طلبت لي الدقيق ديال بندقوه لكن راه ما لقيتوش وكاللقيتوه كنت غدا نحبر به سلو لعندكم عوضوه بالدقيق ديال يعني عوضوه في بلاس الدقيق ديال القمح بالنسبة للطريق هادي التقديم كتاخدو هاد السركل هادا دائري اللي كلمون توفيه الحلوه كتوضعوه فوق صحنا او فوق هاد السركل هادا اللي تنحطو عليه الحلوه حتى هو كيتبعن كيبعو المستزمد الحلويات وكتضغطوه مزيان على ذيك سلو ديالكم كما كتشوفو كتحاولو تقضوه مزيان كتضغطوه مزيان مش كياخد يعني ذيك القياس ديال ذاك المون اللي وضعتوه فيه ومن بعد عاد كتت يعني كتتمل السلوه مزيان مشي مع علقة وكتزينوه على حساب الدق ديالكم شو فيديال لوز مهرماش او الوز صحيح يعني تزين كيبقى على حساب الدق دا في حالات كنتو بغين تقدموه مباشرة خلاص لا كنتو بغين تحتفظو به تغطيه مزيان في البلاستيك الغذائي تغطيه مزيان في البلاستيك الغذائي لان سلو يشمل ريحة ضغية باش مياخدكمش الريحة من المجميد ضروري تغلفوه مزيان باش يبقى لكم محافظ على الماضاق دياله بعد كتزولو ديك السيركل بكل سهولة وكيجي الشكل ديال سلو زوين هذا الى بغيتم مثلا تحطو ضيوف ديالكم او بتلك تكون شي وحدة نفيسة بغت تحطو بهذا الشكل هذا اخلاص دبا ما بقاش هاد القاضية ديال سلو تقدموه يعني في طبق كبير ولا يعني كيدروا هاد ليدغاجي كل واحد كياخد القياس يعني وحد الكيمياء قليلة ديال سلو مش بحالش حالة ديك انو كيحطو نفيسة ديك التبصيل ديال سلو كبير عامر مبهج كي تحت في البلا كيجي الماضاق ديالو زوين الا بغيتم مثلا دروس صحن كبير بحال هاكا كتحاولو تتغطو عليهم زيان بحال اليك تتملسو عليهم زيان باش كيجي يعطيكم ديك اللون هاكا كلامي وكتزينوه على حسب الدوق ديالكم شوية ديال اللوز اللي كتكونو هاكا محمرينو في الفران كيعطي واحد المنيدر زوين ممتزين كيبقى على حسب الدوق ديالكم انتوما بالنسبة الاخوات اللي كيبغيو يحضروا سلو ميخلطوش كل شي كتخلطوغي النواشي في كلها يعني كتخلطوه بزيان وكتعمرو كل شي في واحد سلو وكتسدو عليهم زيان وديك الإضافة ديال الزبدة كتخلي واحدة كتبغيو سلو عاد كتبداو تخلطو بشوية بشوية او كترونو كل شي يعني كتخلطو كل شي وكتخلي واحد الكمية في واحد سلوها هكا عندكم في الكوزينا في البلاكار وكتخلطوها والباقي كتخلطوه في المجمد غيغلفو عليهم زيان مش ما تدخلوش الريحة من المجمد لانا سلو كيشم باش يبقى لكم حافظ على المعضاق ديال كان هذا هو الشكل النهائي ديال سلو اللي شاركت معكم اليوم سلو بالطريقة العادية اللي تعلمت من الام ديالي اللي يعطيها صححتها وبطريقة الصحية مثل الاخوات اللي كيبغيو الوصفات الصحية كما قلت لكم إلا بغيتو تعوضو دقيق بأي نوع ديال دقيق يعجبكم عوضوه وكان اعتذر من الاخت اللي طوبات اللي سلو بالدقيق ديال بندقة راني قلبت عليهم ما لقيتوش ما خليت اسواق تجارية ما خليت متحانات ما لقيتوش يعني كان اعتذر بزاف ولتحت للفرصة ولقيتو راني غادي نحضرولك ما يبكون غي خاطرك غي تقدري تعوضيه في بلاس دقيق ديالكم نفس الطريقة بالنسبة الإضافات اللي بغيتو تضيفو اي حاجة تعجبكم في ذاك سلو تنسمو بيها كتضيفوها ولما بغيتوش تخلطو بالزبدة تخلطو بزيت الزيتون غي تكون الزيت حلوة بنسبة السلو العادرة كيجي معلك لديد لديد ما تشبعوش منه هالطريقة معتمدة هدي سنين عندي سلو كيجي معلك على حقوق طريقه الماداق ديالو كيبقى في فمك الماداقات اللي فيه متناغمة متجانسة مكتحسيش بالماداق ديال ماداق ديال زنجلان غالب ماداقات كلها اللي فيه متناغمة يعني كتاكولي سلو مكتاكوليش غي تدقيق وكان نصح الاخوات اللي يكون في العوان ماشيكوش يقدر دير اللوز ولكن ديري هين سكيلو من الحاجة غي شوية ماداق مازوينش غي تطحين وكاوكاو مالافضل يكون سلو مقوم ومعلك ولا بغيتو تعوضو اللوز عوضوه بالكاوكاو البلدي ذاك الحمر دهنوه بشوية زيت ودخلو الفران يتحمروا من بعد فصخوهم ديك القشرة وعاد استعملوه ما تديروش ديك الكاوكاو اللي بلا قشرة ديك الطريقة ديال انكم طيبوه في الماد تسلقوه بحلوز ودهنوه وتقليوه ودخلوه الفران او تقليوه في الزيتره ما كيش جزوين والله غي غي تضيعو سلو ديالكم انا كنصح البنات اللي اول مرة غيصايبوا بدك الطريقة ما يديروهاش ديروغي شوية من الحاجة ويكون سلو ديالكم زوين والمدق دياله زوين الى هنا وصلنا نهاية الفيديو كنشكركم دائما على حسن المتابعة ديالكم وكنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم الاخوات اللي عندكم اي تساؤل اشي حاجة نسيت ما ذكرتها لكمش سولون عليها في التعاليق نجاوبكم ايو حدث موقتها وكتبتلي التعاليق زوين كيش يشجع وكيف الرح كنقول لك الله يجعلو لك في ميزان حسناتك يا ربي لا عندكم شي اقتراحات ولا عندكم شي وصفات ولا عندكم شي ملاحظات حتى هي مرحبا بيها قلوها لي في التعاليق شكرا لكم من القلب كام من الاخوات لأول مرة كيل تحقوا بالقناة مرحبا بكم وفضلا وليس امراني لك المحتوى ديالقناة كيعجبكم دعموها بالشراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفات اخرى بحول الله تعالى اشتركوا في القناة